موسيقى خلت 11-9-72 كنت متجند سلاح مضرعات دربت على مضرعات دبابات T-54 و T-55 فاختروا أحسن أفراد الفرقة بتاعتنا الفرقة المضرعات دي فكنت منهم أول يوم، أول الساعة 2 إلى شوية كده الطائرات عبدت ضربت جوا سيناء رجعت الطائرات بدأ بعد كده المدفعية تعوالت سيناء إلى اللون الأسود واللون الواحد طبعاً إحنا جانا قرار عبور إن إحنا نعبر أخر اليوم يوم 6 أكتوبر ده أخر اليوم لما يتم المهندسين عمل الكباري لأن إحنا معدات سقيلة معدات سقيلة من الصعب أن أتعبر القناة عبرناه طبعاً على الكباري وبعدد معين لأن الكباري يعني ما تشلتش أكتر من وعدة أو اتنين بالكتين طبعاً أنا نصبت في أخر الحرب وروحت القصر العيني طبعاً أتعلكت أمي وأبويا كانوا مفكرين كانت الأخبار بتجيوم إن أنا موطوع نصين طبعاً أبويا قابلني قال لي لو كنت تقول لي مين اللي ضربك الخبطة اللي بتقول له حتعمل له يعني فطبعاً أمي أول ما استقبلتني على بالبيت قالت أنا مش هنعيط لأن أنا أم البطل زرعوا العالم طرحوا الأمل وبقت أنا أم البطل طبعاً كانت ليها تلت أماني قبل العبوء الأمنية الأولى نعبر قناته شوي الأمنية الثانية أني نقبل طراب أرض سينة الأمنية الثالثة نسقط العالم الإسرائيلي ونضع على العالم النصري لو راجع بيها الزمن ونحارب تاني وحاسي إن أنا حتركة بدبابة تاني وكل فاقة إن أنا حاربت إن أنا كنت مشاركة أولاية الرجالي طبعاً لسه شهدوا يعني كنت أتمنى نكون معهم وباعتبر إن الرجال اللي خدوا هذه الحرب رجال منه خاص رجال ربنا أوجدهم في هذا الوقت ليقوموا بهذا العمل وقاموا به على أجمل وك وقاموا به على أجمل وك